أما النوع الرابع من أنواع الدلالة والأخير فهو الدلالة المعجمية أي الاجتماعية وهو المعنى المصطلح عليه للكلمة الذي تدل عليه ويتبادر إلى الذهن هو المعنى المتبادر إلى الذهن من ذكر الكلمة وقد دونت ذلك المعاجم العربية التي جمعت ألفاظ اللغة مرتبة وشرحت معانيها شرحا يزيل إبهامها ولا شك في أن للعرف والمجتمع أثره في دلالة اللفظ كما أن للثقافة والعادات والأديان أثره في اختلافها كل هذه لها أثر في دلالة اللفظ ومعنىه ومن هنا يظهر لنا اختلاف دلالة بعض الكلمات من مجتمع لآخر فالصلاة على سبيل المثال في المجتمعات المسيحية تعني الدعاء والابتهال وهي عند المسلمين عبادة الذكر والجسد بصفتها المخصوصة وقد تغيرت مع ظهور الإسلام دلالات بعض الألفاظ مثل صوم حج زكاة نفاق إيمان فسوق حلال إلى آخره فإضافة إلى أصولها اللغوية القديمة إلا أن الإسلام قد صبغها بمعاني اصطلاحية جديدة فقد اهتم اللغويون بدلالة الألفاظ الدقيقة ومن ذلك ما ذكره ابن فارس في باب سماه يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين وهذا هو الأكثر في كلام العرب هذا النصر ابن فارس مثل رجل فارس رجل تدل على معنى وفارس تدل على معنى وتسمى الأشياء بالاسم الواحد يعني يكون عندي اسم واحد يدل على عدة أشياء مثل كلمة عين تدل على عين الماء وعين المال وعين السحاب وغيرها أو وغيرها ويسمى الواحد بالاسماء المختلفة شيء واحد وله عدة أسماء تدل على معنى واحد مثل السيف والمهند والحساب هذا النصر ابن فارس يدفعني إلى أن أبرز بعض المصطلحات المهمة في الدلالة المعجمية لبعض الألفاظ وهي الترادف والاشتراك والتضاد ماذا يعني الترادف قالوا الترادف هذا من كلام موجود أيضا في نصر ابن فارس هو أن تدل الكلمات المختلفة على معنى واحد مثل حزن وغم وأسى وتراح وحرق كلها تدل معنى واحد وقد عدى ابن خالويه للسيف خمسين أسما هذا واحد من العلماء يعد للسيف خمسين منها الفيصل والمهند والصارم والبتار وغيرها من اللغوين من ينكر الترادف أصلا يعني هناك قلنا أثبت من فارس وجود الترادف لكن هناك من اللغويين من ينكر الترادف طيب ماذا يعني مهند والصارم والبتار قالوا هذه كلها صفات تدل على شيء محدود في المسمى بمعنى لكل منها معنى خاص ودقيق وهذا من عمق تأملهم في الدلالة فيرون هؤلاء العلماء أن لكل كلمة دلالتها الدقيقة الخاصة بها ومنهم من علماء هؤلاء أبو هلال العسكري الذي ألف كتابه الفروق في اللغة شرح فيه الفروق بين الألفاظ التي يظن بعضهم أن لها دلالة واحدة وهذا من دقة النظر في الدلالة وأهميتها وقد مثل على ذلك بقوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاج فالشرعة كما ذكر غير المنهاج حيث الشرعة لأول الشيء والمنهاج لمعظمه يفرق أيضا العسكري أبو هلال العسكري بين المدح والتقريض هناك من يرى أنها بمعنى واحد لكنه طبعا لما ينكر التلادف يضع لهذا معنى خاص ولهذا معنى خاص فيقول المدح يكون للحي والميت أما التقريض فلا يكون إلا للحي وفرق بين العير والركاب فقال العير وهناك من يرى أنها متلادفة هو يقول العير للإبل التي تحمل أمتعة التجار أما الركاب فهي التي تحمل الزيت خاصة ومما يذكر في هذا الفرق بين قعدة وجلسة أو مما يذكر في هذا الفرق قعدة وجلسة فالقعود يقال للقائم والجلوس يقال للمتجع أما الاشتراك وهو عكس الترادف فهو أن يكون اللفظ الواحد يدل على معنيين مختلفين فأكثر لفظة واحدة تدل على أكثر من معنى مثلا كلمة عين تدل على عضو الإبصار تطلق على عين الماء العين يعني حسد وأعيان الناس وجهاؤهم وعين الأمر أي أصله ومثلها لفظة الخال الخال قد يكون القريب أخو الأم وقد يكون الشامة التي في الوجه وقد تكون التل الصغير يسمونه خال ومن المشترك في ألفاظ القرآن الكريم كلمة الفعل ضرب مثلا فقد جاء بلفظه في معاني مختلفة في القرآن الكريم منها المعنى الأشهر وهو إيقاع الألم قول الله تعالى واضربوهن يعني الضرب المعروف وجاء من معانيه ضرب المثل أي ذكر المثل وبيانه نحو ضرب الله مثلا وجاء بمعنى السير في الأرض للتجارة والجهاد نحوه ويقع في دائرة المشترك هناك فرع من المشترك لو خاصية يسميه العلماء المتباد أو التباد وهو التباد هو دلالة اللفظ على معنيين متبادين وللعلماء كتب ومعاجم في الأضداد ومن أمثلة ذلك قولهم أمر جلل كلمة جلل قد تدل على الصغير الهيين وقد تدل على الكبير العظيم الإمرأة التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة أحد قالت كل مصيبة بعدك جلل يعني كل مصيبة بعد رؤية لك يا رسول الله هي مصيبة هينة وصغيرة وكلمة الناهل الناهل تدل عند اللغويين على العطشان وعلى الراوي والرجاء تدل على الرغبة والخوف والسدفة قد تدل على الضوء وعلى الظلمة هذه كلها تأتي في معنى التضاد انتهت هذه الفقرة وبنهايتها يكون نهاية هذا الموضوع وهو أنواع الدلالة عند اللغويين الأربعة أنهيناها وننتقل إلى تطور الدلالة في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته